صباح الخير أعزائنا المشاهدين مشاهدي قناة الصحوة الجمال ومتابعي برنامج شباب لايف النهاردة هنتكلم عن أسمى الصفات وأسمى العلاقات الإنسانية جبر الخواطر إذا قلنا جبر الخواطر لازم نقول اسم من أسماء الله الحسنة الجبار ربنا سبحانه تعالى هو أول من يكبر خاطرنا ربنا سبحانه تعالى يكبر قلوب الفقير حتى يغنى والحزين حتى يفرح والخائف حتى يطمئن ربنا سبحانه تعالى حسنا وبيقول لنا جبر الخواطر من أقرب وأعظم الأعمال الصالحة الذي تتقرب بها لله سبحانه تعالى النهاردة هنتكلم في برنامج شباب لايف عن جبر الخواطر مع أستاذة حنان اسماعيل تفضلوا أستاذة أهلا بيك أستاذ محمد الإعلام الراقي وزي ما بقول كل مرة في مقدمتي الإعلام القادم بقوة إن شاء الله شكرا أعزائي متابعينا متابعي شباب لايف ومتابعي فقرتنا النهاردة معاكم حنان اسماعيل أستاذ محمد قيدر بنتكلم نهاردة بعنوان جبر الخواطر جبر الخواطر خاصة إحنا عادينا بس نفسر معناه قوي عشان إحنا بقينا في ظاهرة مخيفة للغاية ظاهرة يعني بدأت تقلقنا كلنا كلنا بقينا بنقول يلا نفسنا يلا همي ثم همي ثم أنا ثم الآخرين جبر الخواطر سمة من سمات فعلا الأخلاق الحميدة سمة من سمات أي ديانة تلكون لازم نجبر بخاطر بعض لازم لو حتى لو حد فقير ماشي في الشارع لو جبرت خطرك يعني خطره بأنك تساعده بأي مساعدة ده في حد ذاته يعني قوة من قوة الإيمان أصلا طبعا فالنهاردة جبر الخواطر بيحستنا على تمسكنا ببعض على إلمامنا ببعض على إحساسنا ببعض إحنا وصلنا لحتة إن إحنا ما بقناش نحس ببعض ما بنشعرش ببعض كل واحد بيقول يلا نفسي ثم نفسي ثم نفسي من خلال شباب لايف من خلال فقرتنا النهاردة بغض النظر عن الترندات العملة على التواصل الاجتماعي وإن إحنا بناخد أو مشاهدات أو إلى آخره بس ما نجيش على حساب إنسانيتنا ما نجيش على حساب أخلاقيتنا من خلال شباب لايف النهاردة وجبر الخواطر أستاذ محمد طبعا يعني بحتيتك بقوا مرحبك تعريضين نوجه بس المعلومات المهمة أوي للناس إزاي نكبر بخواطر بعض شوفي أنا هبدأ أول كلمة عايز أقولها الكلمة الكلمة ممكن تحي وممكن تميد الكلمة معنى جبر الخواطر هي رفع الهمم هي يعني ناخدها بالمعنى البديهي هو جبر المكسور يعني الشخص أو الإنسان عندما يكسر يتم جبر العزام إحنا عايزين نسعى بالعلاقات الإنسانية بيننا والبعض إن إحنا نجبر خطر بعض يعني الكلمة الطيبة صدقة يعني ربنا سبحانه تعالى قال الكلمة مثل شجرة طيبة فرعها سابقة جدورها سابقة في الأرض وفرعها سابقة في السماء الكلمة الطيبة بتشفي الصدور يعني كلمة ممكن تعالج المجتمع ممكن ترفع الطاقة الإيجابية عندهم يعني أنا عايز أقول الحاجة بداية ربنا سبحانه وتعالى لم قال في قسمة الورث قال إذا حضر القسمة قولي القربة واليتامة والمساكين ربنا قال إيه فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا يعني إذا حضر القسمة ناس مش من الوراسة الشرعيين طبطبوا عليهم ويجبروا خاطرهم ويديوهم نفس يعني ما تزعلهم من حضر القسمة قال يقتسم شو في عظمة ربنا يعني إحنا بنقول جبر الخواطر أشكاله كتير جدا إحنا ممكن نبدأ الإبن يجبر خاطر والدي والدي وبرضو الأباء يجبروا خاطر أبنائهم الزوج يجبر خاطر زوجته المجتمع كله لو ميشي بثقافة جبر الخواطر كلنا هنبقى في قمة السعادة ومش هيبقى فيه بيننا مشاكل يعني طاعة جميلة من حضرتك كده جبر الخواطر لو الزوج جبر بخاطر زوجته ما يعيش سعيد أغير كمان كده أنا بس ببدأ من هنا عشان أي حاجة بتبدأ من البيت طبعا يعني لو استعادة احنا بنحس الناس على استعادة وعدم المشاكل ونحن نغضب من أي حاجة ويبقى فيه فعلا انهيار في البيت فهو من البيت طبعا لو احنا سعاداء جدا هيبقى المصدر من البيت فمن البيت لو الزوج فعلا جبر بخاطر زوجته لو جبر بخاطر أولاده بكلمة طبعا يعني ممكن تكون هي في قمة غضبها ولكن بكلمة واحدة منه ممكن هتهدى والدنيا مش هتوصل لمشكلة مع الولاد برضو طبعا هي لو جبرت بخاطر الولاد لو أي حد من أولادها مثلا عنده مشكلة وجبرت بخاطره وضحكت في وشه المشكلة بتزول بالفعل يعني فجبر الخواطر بيبدأ برضو غير بقى من أصحابنا وغير هي ثقافة عظيمة جدا طبعا يعني أنا بقولك الكلمة بترفع الهمم بترفع الطاقة الإيجابية كل إينا بنحب الكلام الجميل كل واحد عايز يعني بيحب بمثلا أنت كويس أنت بتشارك كويس جدا أنت إنسان جميل تشجيع طبعا والدعم اللي أنا عايز أقوله إن إحنا عايزين ننشر ثقافة جبر الخواطر في الشغل مع تعامل مع العملاء مع المواطنيين ونفع طريق لو لقيت مثلا رجل مسن عايز أعدي طريق أو مثلا عنده مشاكل صحية ممكن أساعده يعني لا تستصغر الخير أيوة طبعا يعني جبر الخواطر تدحك أحب نقول الدحكة بس لو ضحك تفوش حد يعني ميتضايق القلدي ده هيروح بتخيل بقى الدحكة بصادقة ابتسامة يعني حاجة بسيطة جدا أنا أقول إيه جبر الخواطر تنقذك من المخاطر أنا عايز أقول حاجة صغيرة جدا حدثت مع صديق لي كان عنده خديمة في البيت ووالدته إنسانة بتسعى بجبر الخواطر فمرضت فقالت لازم أعليجها على حسابي ابنها اعترض قالت لازم أعليجها على حسابي فعلا لما رحت المستشفى معها اكتشف الدكتور إن الخادمة صحتة كويسة جدا واللي مريضة والديته كان عندها بداية كنسر يعني وعالجوها بسهولة جدا اللي أنا عايز أقوله إن انت حطيت في قلبك إن هي طيبة إن انت تطبطب على حتى الخادمة حتى العامل اللي عندك ربنا سبحانه تعالى اده إشارة إن انت عندك بداية مرض بسيط شفت جبر الخواطر ووصلها لي طبعا أنقذ حياتها يا جماعة ثقافة جبر الخواطر إحنا مش عايزين نقول إيه نخليها ثقافة عندنا في البيت في الشغل في كل خطوة بنخطيها نسعى بالكلمة الطيبة وبجبر الخواطر عايز أقول كمان يا أستاذ محمد إن الخير كله بيبدأ من القرآن الكريم طبعا الخير يعني جبر الخواطر الصفة بس الجبار ديت جاء من أسماء الله الحسنة طبعا يعني لو جبرنا فعلا بخواطر بعض زي ما قلنا بابتسامة بصدقة يعني لو أي حد مهموم وعنده مشكلة وجبر بخاطر حد مشكلته بتزور فورا لو حد تعبان وجبر بخاطر حد هو ماشي حتى في الطريق يعني ربنا بيزول عنه هذا المعرض يعني لا تستصغر الخير ممكن تبقى عمل بسيط جدا عملته يدخلك الجنة ويقربك لله سبحانه وتعالى أنا عايز أقول حاجة يعني خطرت في بالي أنا ورد وإنت بتقرى القرآن الكريم هتلاقيه كله آيات بتحسك على جبر الخواطر ربنا سبحانه وتعالى لما جيه يعاتب سيدنا محمد فبيقول له ايه شوفي عظمة الكرآن الكريم بيقول له ايه عفى الله عنك لما أزنت لهم لو قال له لما أزنت لهم كان حدثت ثانية عند الرسول يعني شوية غضب بس ربنا قال له لا عفى الله عنك شوفي جبر الخواطر شوفي عظمة الكرآن الكريم وعظمة ربنا سبحانه وتعالى بيحسينا ان احنا نسعى كلنا ان احنا نبسة هذه الظاهرة جميلة عشان نعيش في امان مصرنا جميلة ولازم نسعى للخير كلنا مع بعض في قول كمان شهير بين الناس منصارة بين الناس جابرا للخواطر ادركوا الله في جوف المخاطر طبعا طبعا ربنا بينقذك من اي مشكلة بتعدي فيها ربنا سبحانه وتعالى يعني اعايز اقول حاجة انت لو مهموم لو انت مهموم اجبر بخطر الناس ايه طبعا عارف ليه انت جبرت بخطر واحد انت مهموم وجبرت بخطر واحد مكسور ربنا حتما لازم يجبر بخطر طبعا طبيعي يعني الله كريم طبعا ونعم بالله اجبر بخطر الناس هتلاقي ربنا هيحل وحتى لو تأخر الفرج صدقني هيجيلك واكتر ما تتمنى وكمان يعني يمكن ترند على التواصل الاجتماعي اللي عمل بلبلة وملوش اي علاقة ببعض يعني بس انا بعت بس كده في اذن يعني اي حد مسؤول او اي حد طلع هذا الابداع الغريب والشكاسة الغريبة هو شيء جميل يعني لا مفيش اي واجه مقارنة بين يعني سيدة محتاجة ووقفة مثلا تحت المطر بتبيع ترمس او غيره بين حد تاني مثلا ميسور الحال وحطت شانتته بمبلغ وقدره جنبه على الكرسي شتان شتان بفرق بين اثنين انا الموقف اللي حصل على السوشال ميديا طبعا امي وتجراسي انا شايف ربنا هو اللي جبر خطر ازاي انا شايفينها في المطر وقعدة وعايزة تاكل بتسعى انها تشتغل ربنا سبحانه وتعالى في دقيقة غير حالها من حال الى حال هي كانت تتوقع كده لا خالص طبع شفت عزمة ربنا اللي انا عايز اقوله بقى هناخد بس الايجابيات من الموقف الغريبة اللي بتحصل احنا مش عايزين نتحرك لمجرد اني مثلا صورة بلأت تنزل على السوشال ميديا لا لا احنا كلنا نشتغل في جبر خاطر لكل الناس اللي حالي لا ونحول ناخد السلبيات دي الناحية الايجابية استاذ محمد يعني كل الناس اللي اتحركت عشان بس بتكلم على انها بروباجندا اعلامية او شو اعلامي طبطقة الايجابية دي نستخدمها بقى يبقى احنا عايزين جبر خاطر طير صغير ممكن يبقى عندك اي لو سأيت زرع ربنا سبحانه وتعالى انت عملت خير وحدتك قلت فعلا ما نستصغرش اقل شي او جبر خاطر ما نكن تدخل بالجنة واتقرب لربنا سبحانه وتعالى دي مع السيدة حناني اسماعيل في جبر خاطر انا عايز اقول سر بس اقول هي عملت هي عملت هي عملت لايف على صفحتها وكلمت عن جبر خاطر وجابت مية وطمانتاشر الف مشاهدة قولت ايه ابقى منخص مية وطمانتاشر الف مشاهدة هو ده حقيقي والله انا فعلا عملت لايف من خلال اكاونت الشخصي بتاعي عمل مية وطمانتاشر ومتين يعني الف بجد يعني فمعنى كده ان احنا كلنا فعلا عايزين نمسك بيه بعض عايزين نقاذر بعض عايزين نبست بست في بعض ايه الاخلاق الحميزة الاخلاق الرقية ما نتناسهاش طبعا ما نتلاشهاش يعني احنا كلنا عندنا الخير كلنا جوانا الخير ولكن احنا بنشرد مننا شوية لظروف الاجتماعية لظروف مادية ولكن كون جابر لخاطر الناس ربنا هيكرمك من كل حاجة وينقذك من اي هموم من اي مصائب تحياتي لي كي انا هنهي بكلمة كلنا لازم نعتبر جفة ليا والابناء ولمجتمع كلهم طبعا بشكر كويكدا اعزائنا المشاهدين وانتظروا مننا قضايا مهمة جدا جدا ان شاء الله من خلال قناة صحة وجمال وبرنامج شباب لايف تحياتي وتأديري لحضراتكم احلى بداية للكلام هي السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل المستمعين شباب لايف على قناة صحة وجمال النهاردة معانا فكرة جميلة جدا وهي لالتعصب لغة العالم كلها هي لغة كرة القدم واللي بتجمع كل الشعوب بتجمع كل الأحباب مع بعض النهاردة هنتكلم لالتعصب لالتعصب يا خالد طبعا مصطفى موضوع النهاردة بصبح عليك صباح الفل طبعا مصطفى صباح الفل على كل مشاهدينا على كل مشاهديه قناة الصحة وجمال ومشاهدين برنامج شباب لايف فكرة جديدة وموضوعنا النهاردة قوي جدا زي موضوع المصطفى طبعا لالتعصب قبل بس ما بتدي ونخش في الحوار أنا حاول أنه أوجي رسالة الناس اللي بتفرج علينا كل اللي بتكورة كلهم أصحاب وإخوات وجوه الملعب بفي تنشانة وفي نرفزة لكن بره الملعب كلهم صحاب جدا طبعا أنا كمشجأ يعني ما فيش حاجة بتجيلي بتنفعني لما أخسر الناس اللي معايا أخسر أخسر صحابي أخسر الناس اللي حواليا يمكن يا مصطفى النهاردة وإن شاء الله هنتكلم على التعصب وطبعا دور الجمهور في التوعية يعني دور الإعلام وجمهور الفترة اللي فاتت ديت يا خالد احنا شفنا فيه اندفعات كتيرة جدا بين الجمهور بين النادي الأهلي وبين النادي الزمالك لكن عايزي عايزي أقولك يا خالد أن انت بتتكلم على أكبر قطبين كورة قدم في الشرق الأوسط بيتكلموا أنه هو ديربي ديربي يعني اعتبرت زي ديربي ياري مادريد وبرشلونة ديربي بنتظر كلاسيكو العرب كلاسيكو العرب كتير جد الشرق الأوسط كله عندك جمهورين من أكبر جمهورين موجودين يعني اعتبر في العالم أنا بشوف أن الجمهور النادي الأهلي عظيم طبعا جمهور النادي الزمالك برضو عظيم برضو جمهور عظيم طبعا لكن عايزي أقولك بلاش تتعصب خلي فاكرتك وخليك اللي أنت تشوف أن المطش بتاعك ده بينك وبينه اتفرج على الكرة الحالة سيبك من منازعات بتحصل في النادي الفلاني ومشاكل بتحصل مع الرئيس الفلاني ما تنشغلش تماما تعالف عشان من روحش لكن احنا بالتكلم احنا ازاي نوصل باحترافية كاملة في كرة بيتجمع عليها العالم كله أو تعتبر ان هي اللغة الوحيدة طبعا احنا موجودين عندنا دلوقتي ديربي كبير جدا وما بيحصلش بصورة كبيرة بين الديربي بين الاهل والزمالك وبطولة طبعا مصطفى طبعا ده أكبر بطولة على مصطوى أفريقيا وفي نفس الوقت ده أول نهائي بين الاهل والزمالك ده غير كده ان ده دورة مصطفى زي ما انت بتقول بتقول كده من الأندية والكائنات الرئيضية عليها دور كبير قوي دور كبير قوي في توعية الناس والتصريحات الاستفزازية اللي بتطلع عشان تستفز الجمهور مش تستفز النادي النادي التاني سواء نادي طلع تصريح غلط أو بيشتر واللعيبة اللعيبة بتكون إخوات كتير جدا انت لو بصيت دلوقتي على اللعيبة موجودة في المنتخب بتلاقيهم مع بعض بيتدربوا مع بعض إخوات موجودين لكن في الملعب بداي مع فريق وداي مع فريق لازم أن هو يلعب كويس وينافس على فريق ما هذا لأ كنت أتكلم يا مصطفى اللعيبة كلها إخوات وكلهم أصحاب وفي الماتش طبعي جدا انت بتروح تلعب ماتش مع أصحابك بيحصل تنشانة في الماتش بس بعد الماتش انت عارف يا خالد ان طبعا في حالتين فيروس كورونا للعيب محمد محمود كعربا وواليد سليمان وانسان ربنا يشفيهم عايز أقولك ان لعيبة الزمالك كانت بتسأل عنهم واتصلت بيهم وكان في علاقة كبيرة جدا بينهم وبين بعض طبعا احنا بس نقول نفسنا كمو شجعين مش هنقول اللي احنا كعالميين بنقدم رسالة لا احنا كمو شجعين لا ما تخشش في منازعات خالص دي كورة قدم دي بصاط دي الرؤية بتاعتك دا الاخر الاسبوع بتاعك اللي انت بتبص تتفرج على كورة حلوة كبيرة جدا كل واحد طبعا من الأندية بتاعته حابب ان هو ياخد البطولة ديت ان هي طبعا البطولة الأكبر والتاسعة يا أهلي والتاسعة يا أهلي والستة يا زمالك ان شاء الله بالتوفيق ليهم طبعا مصطفى زي ما احنا بنقول كده ان احنا الدول في الأول في آخر صحاب واحنا لازم كمو شجعين يبقى عندنا روح الرياضية وهو ده اللي احنا تربنا عليه يعني اي فرقة فرقة ونفسة بتلعب في البطولة الأفريقية كنا بنشجحها عشان خاطر مصر عشان خاطر دي بتلعب باسم بلدنا اكيد طبعا فطبعا دلوقتي دلوقت بين مصريين ويعني عفوا الأهل والزمالك أكبر فرقتين في الشرق الأوسط في المستوى العربي فطبعا دي ده حدث وصبق كبير جدا لا وعايز أقولك يا خالد انت عندك دلوقتي مدربين من مدربين العباقرة جدا مسيمانو بيتشيكو ده من يعني لهم فريح كبير جدا طبعا مسيمان يا مصطفى عمل سعلب سعلب ده سعلب مكار مكار يعني ده بيتشيكو ده عنده فنيات برضو موجودة يعني احنا هنشوف بعيدا يعني احنا بنقول هل المطش ده هيكون فنيات مدربين ولا هيكون فنيات لعيبة هو في الغالب هو في الغالب طبعا للتحليل للكباتر الكبار الماس كبيرة طبعا بس احنا ايه خالد قول غالبا غالبا هيكون هيكون مدربين ده هيكون مطش مدربين ومسيماني على فكرة يعني ما شاء الله ليه تاريخ كبير جدا وهو كان حابب انه هو يوصل للتدريب للناديل الاهلي طبعا طبعا عندك بيتشيكو طبعا برضو من المدربين اللي هم مدربين كويسين جدا طبعا احنا بنتكلم اللي احنا ما ينفعش نخش منازعات كبيرة جدا بينهم بقع ده كويس وده كويس كله كويس كله كويس كون الاهلي والزمالك كويسين باللعيبة بتاعتهم هنطلع بمنتخب كويس جدا هنقدر اللي احنا ننافس على بطولة اللي هي الأكبر كاس الأمم الأفريقية ليه ما نتكلمش على كاس العالم احنا غايبين عنه كتير جدا احنا آخر آخر نسخة كنا موجودين فيها بس كنا الحمد لله طلعنا بصورة شئبه كويسة جدا لكن بنحلم اللي احنا نطلع على الدور التمانية الندور السبتاشر لفنيات ايه طبعا مصطف التشجيع ليه والأسف احنا مفتقدين جدا لجمهوره واحد أسباب عدم رجوع الجمهور لمباريات هو التعصب والشحن الزيادة اللي مرهوش أي لازمة شحن الزيادة ويمكن ده مصطفة برضو خلالنا يعني إلا النقطة تانية وهي السوشال ميديا السوشال ميديا السوشال ميديا بتشحن الناس بتشحن الناس التوجهات اللي بتحصل وعندك برضو عفوا يا خالد انت عندك فيه قرار تلع من رئيس الوزراء انه عدم التجمعات يوم السبع وعشرين اللي جاي سبع وعشرين اه حداشر اللي جاي يوم الجمعة ان شاء الله اللي هو هيكون فيه المتش طبعا منع التجمعات كمان في الكافيهات وفي النوادي ده غلق جامل يا مصطفة غلق جامل وده سببه ايه بقى ده سببه لا هو مش عايز مش عايز هو الحكومة المصرية طبعا مش عايز اللي انت تخش في منازعات كبيرة ليه تخسر اهلك ليه تخسر اخوك ما صاحبك ده مين ما هو اهلك في الاخر صف فاحنا برضو لازم هنتكلم برضو عن انت ازاي تشجع فريقك شجع فريقك بقلبك ليك اللي انت تشجع وتخش وتاخد البطولة بتاعتك ده بتاعتك لازم بس ما تغلطش في الغير سيب رئيس الفلان يتكلم وسيب رئيس الفلان يتكلم ما ليكش دعوة بالناس دي خالص وبص على فريقك شجعه بقلبك شجع فريقك مصطفى بقلبك وشجع بروح روضية وخلى عليك روح روضية ايه الفائز تقول له مبروك والف مبروك وربنا يوفقه في اللي جاي المهزوم او المغلوب هارد لك هتقول له هارد لك هتقول له هارد لك طبعا احنا عندنا مثال كبير او في الدور الانجليزي او في الجمهور الانجليزي ده اكبر جمهور متعصب في العالم في العالم جدا ده ايه شوف دوات فراجوا عليه بقعت بينه وبين اللعيب مفيش 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 خالص ده ليه بغض الناصر بقى ان فيه ضوابة تتحطط وفيه نظام تتحط لا بس بدأوا يفهموا ان دي كنتعصب وانشجع بس في حدود الأدب والاحترام بدون ما نتعدى على حد وبأخلاقيات احنا طولها منها كنا بالوحمد درجاته وطولها منها كنا بنشجع وبنحب اللي احنا الجمهور والقعدة في الاستاد وتالتة شمال ده حاجة حاجة بجد جو جميل جدا مفتقدينه كلنا طيب احنا دلوقتي طبعا فيه انفرات كاملة خالد لازم نقول الجمهور بتاعنا ان شاء الله بإذن الله احنا هنكون موجدين في تغطية كاملة للبطولة الأفريقية ان شاء الله سلام مصطفى كنا عايزيني اعملها مفاجأة مفاجأة كاملة ان شاء الله فتابعونا ان شاء الله هنمطشة اتزاع على صفحة شباب لايف ان شاء الله تمام بين البطولة الكاملة بالتغطية الكاملة مع اللعيبة ومع المدربين كمين كلنا طبعا لستاذ حنال اسماعيل خالد الحسيني مصطفى كمال كل الأداد لستاذ محمد كلنا موجودين ان شاء الله الدكتور سامح كلنا كلنا هنكون موجودين في تغطية كبيرة جدا اخر كلمة خالد عايزك تقولها للجمهور يحافظ يمكن مصطفى انا قلت في الاول احنا كل اللعب اخوات وصحاب وانت ما ينفعش تخسر صحبك وتخسر اي حد انت تعرفه عشان خطر ميول معينة او تشجيع لمادي معين شجع فلاك باحترام روح رياضية نلتزم الاخلاق زي ما بدأنا بالسلام هننهي بالسلام السلام عليكم